وتنضم إلينا من القاهرة ريم ندا المتحدثة الإقليمية باسم برنامج الأغذية العالمي أرحب بك في برنامج وراء الحدث من قناة الغد سيدة ندا الألاف من الأسر الفلسطينية الألاف من الأطفال الفلسطينيين يعيشون بشكل أساسي على المساعدات التي تقدمونها لهم وابتداء من الخميس سوف تقطعون عنهم هذه المساعدات بعد أن كيفوا حياتهم عليها إن كانوا أمامك الآن ماذا تقولين لهم؟ كيف سوف تبررين لهم قساوة هذا القرار الذي قمتم باتخاذه؟ هو القرار شكرا لك هو القرار كما هو قاس على العائلات الفلسطينية هو أيضا قرار صعب وقاس على برنامج الأغذية العالمي والعاملين في برنامج الأغذية العالمي خاصة العاملين بغزة والضفة الغربية نحن ندرك فداحة هذا القرار ولكن لا يملك برنامج الأغذية العالمي من أمره سواء يتصرف في التمويل المحدود جدا المتاح للاستمرار في مساعدة 40% فقط ممن يطلقون المساعدات الغذائية الشهرية عن طريق التحويلات النقدية حتى هؤلاء الأربعين بالمئة هم أكثر الناس فقرا واحتياجا ونحن ندرك أن 60% والـ 200 ألف شخص الذين ستنقطع عنهم المساعدات لظروف خارجة عن إرادة البرنامج أيضا سيمرون بصعوبات كبيرة لأنهم يعتمدون وكما قلت حضرتك يكيفون حياتهم على أساس هذه المساعدات أيضا المساعدات ووقف هذه المساعدات لهذا العدد الكبير طبعا سيؤثر على عشرات الآلاف من الأسر وأيضا سيؤثر على الاقتصاد الفلسطيني الهش فمن خلال المساعدات النقدية برنامج الأغذية العالمية ضخ في الاقتصاد الفلسطيني ثلاثة ملايين دولار شهريا أيضا هذا سيكون له تأثير على الماركت لكن أنت سيدة ندا تقولين بأن هذا القرار قاس حتى علينا نحن برنامج الأغذية العالمية واتخذنا القرار لظروف خارج عن إرادتنا ولكن العشرات من الفلسطينيين نظموا احتجاجا أمام مقركم في غزة الأسباب التي تسوقونها لا تبدو مقنعة بالنسبة لهم قد لا تبدو مقنعة بالنسبة لهم لأنهم هم يتأثرون تأثيرا مباشرا ولكن برنامج الأغذية العالمية يعني يضطر إلى اللجوء إلى هذا القرار بعد استنفاذ كل وسائل التمويل كل وسائل استخدام التمويل الموجود وهو قليل وضئيل جدا هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها برنامج الأغذية العالمية نقص في التمويل ولكن للأسف ليس فقط في فلسطين ولكن نواجه نقصا في التمويل في بلدان عديدة يجب أن نعلم أن الدول المانحة أيضا هي في ضغط يضغط على التمويل الإنساني وتمويل برنامج الأغذية العالمية نحن نتحدث عن 51 مليون دولار أمريكي يحتاجهم البرنامج الآن حتى يستطيع توفير المساعدات الغذائية والاستمرار في توفير المساعدات الغذائية لألاف الأسر